اهلا بكم مجددا في هذه الحلقة الجديدة من فقه الحياة مشاهدين الكرام حب الوطن يعتبر غريزة انسانية وعاطفة تجيش في النفس ولان الاسلام دين الفطرة السليمة فهو لا يعارض ابدا فكرة الولاء للوطن بل يعمل على تميتها بالطريقة التي تساعد على اعمار الاوطان وتجلب رضا الله سبحانه وتعالى على عباده معكم في هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى نناقش ابعاد تلك القضية في ظل المتغيرات والاحداث التي تعيشها المنتمعات العربية والاسلامية نرحب بضيفنا الكريم في هذه الحلقة فضيلة الاستاذ الدكتور احمد عبداللطيف الكلحي الداعية بالاوقاف وهو ايضا عالم من علماء الازهر الشريف اهلا بك فضلاته الدكتور مرحبا اهلا وسهلا نخرج الى فاصل قصير بعده نبدأ الحوار ان شاء الله ان شاء الله اهلا بكم مجددا ونجدد تحية لضيفنا الكريم فضيلة الاستاذ الدكتور احمد عبداللطيف الكلحي فضيلة الدكتور يعني ونحن نتحدث عن حب الوطن وربطه بمسألة الايمان في هذه المسألة هل من الممكن ان نضع في مقدمة اوليات المسلم واهتماماته مسألة حب الوطن ام انه مرحلة لاحقة او عابرة تأتي على هامش اهتماماته الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة العالمين الذي قال لمكة عندما تركها مهاجرا انك لاحب البلاد الي لوم ان قومي اخرجوني منك ما خرجت فهذه المقولة تجعلنا ننظر الى بلادنا نظرة واقعية هذه البلد لها حق علينا ومن حقها ان تجد منا عاطفة جياشة لابد بعد عبادة المعبود تبارك وتعالى نعم ان نحسن الى البلد التي عشنا فيها والمولى تبارك وتعالى يبين لنا والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الامين التين والزيتون بلدين لنبيين كريمين والبلد الامين هي لسيد الانبياء سيدنا محمد وكأن هذه الصورة جاء فيها ذكر سيدنا موسى وجاء ذكر سيدنا عيسى وجاء فيها ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا يدل على الارتباط المكاني للانبياء والمولى تبارك وتعالى عندما يقسم بالبلد الامين اي بمكة هذا يدل على مكانة الحب الوطن في قلوب الموحدين نعم وعندما ينأى غيرنا ويستبدل بوطنه وطنا اخرا اقول له لابد ان تراجع القرآن الكريم ولابد ان تفهم السنة فهما جيدا عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي احد الصحابة يسمى اصيل الغفاري اصيل الغفاري هذا صحابي جاء من مكة الى المدينة فالسيدة عائشة قبل آية الحجاب تقول له كيف تركت مكة يا اصيل؟ قال تركتها على خير حال تركتها بطحاؤها مبيضة سمارها يانعة ظلالها وارفة على خير حال انتركتها قالت انتظر حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا اصيل كيف تركت مكة؟ فقال يا رسول الله تركتها رأيت جوانبها مخدرة ورأيت سمارها يانعة فقال ايهن يا اصيل انتظر على رسلك ذكرتني الايام الخوالي طبعا كل منا له في بلده ذكرى هناك من يتذكر بان وقت الحصاد لمحصول القمح مثلا ان الان من من يتذكر بان محصول الذرة الان وقت الحصاد من من يتذكر بان وقت التمر او البلح قد اينع الان كل له ذكريات له ذكريات في منشأه ولكن في امام هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة هل نجد هنا ايضا مسوغ ام مبرر لفكرة استبدال الاوطان والاغتراب عن البلد الذي نشأ فيه الشخص وتربى فيه تحت مسمى ظروف قاهرة ظروف معيشية ظروف اضطرارية حتى يربط النبي تجد احنا ما يسمى باللجوء السياسي انه شخصة حتى يربط النبي صلى الله عليه وسلم انا اعيي ما تقول نعم وكأنني يعني عندما استمع اليك من خلال بيانك الواضح كأن الكلمات جالية فافهم ما تقول اشكرا قبل ان تتحرك شفتاك وكأنني المع او المح لوامع النور اشكرا بين جوانحك نعم وهذه هي علامات الداعي المتميز فانت اوتيت فصل الخطاب يا حج حمد ربنا يغيرك فيك يا دكتور هذه كرامة اعطيت لك انت بتصبغ علينا لانك تماهد للطريق وكأنك تدلني هذا هو السبيل نعم هذا هو الماء فانت تردني مورد الماء اشكرك شكرا اذن نعم النبي صلى الله عليه وسلم عندما اراد ان يبين لنا حب الوطن قال الله هجرة بعد الفتح خلاص ما اقولش ان انا مهاجر من بلد عشان انا مهاجر نعم ليه لا هجرة بعد الفتح ولكن نية وجهاد عليك ان تجاهد عليك ان تزرع عليك ان تحصد عليك ان تبني عليك ان تشيد عليك ان تعمر عليك ان تعلم بانها اذا قامت الساعة وفي يدك فسيلة فلتغرسها اين تغرسها في الوطن الذي انت فيه نعم بلادنا بلادنا تحتاج نقول بان حبنا لبلادنا حب اصيل اخذناه من مبدأ سيد العالمين البلد التي عاش فيها النبي خد احبها فاكراما لسيدنا محمد احب البلد التي انا نشأت فيها نعم ويبين لي بانني اذا ما تعرض بلادي لاي سوء لابد ان ازود عنها بكل ما املك ولكن معذرة اسمح لي اذا طبقنا ذلك كيف ستعمر بقية ترجاء الارض اذا لازم كل مننا موطنه ومكان نشأته اذا كانت هنالك ضرورة ولم يخرج لتعمير الارض بسبب يعني ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لو لا دفع الله لو لا دفع الله الناس بعضهم بعض لفزة الارض نعم ولكن الدفع هنا نعم بمعنى اختلاف الرؤى واختلاف المشارب ولكن عندما انا اقول اذهب الى المملكة العربية السعودية محترامي لاهل الحجاز حتى اعمر فيها واقول بلادي اصبحت تصدر الى الخارج من يعمر هنالك اقول بان البلاد في امس الحاجة صحروات نصر الشرقية والغربية حتى الان ارض بكر لم تستخدم بعد نعم نعيش ما زلنا على الشريط الديق الذي عاش عليه الفراعنة من ارض الفستات الى اقصى البلاد ما درجة اقدامنا الا المناطق التي عاش عليها الصحابة ولكن دكتور لديك مغتربون في شتى انحاء العالم كيف تنظر اليهم انظر اليهم ادرى تقدر بقدرها ان به ما هاجر الا ضرورة ولكن انا هذه الاعمال التي يسعون وراء ارزاقهم تمام السعي وراء الرزق ولكن كل منا يحن الى وطنه يقول احد العارفين الا ترى الطير المقفص يا فتى اذا حن الى الاوطان اشتاق الى المعنى اذا يغرد بالاشواق وكيف يطيق الصبر من شاهد المعنى فتتطرب الارواح في الحس والمعنى نعم اذا يغرد بالغناء يغرد بالاشواق اذا حن الى بلاده الطير في وكراته وفي غدوه ورواحه وكأنه اذا غرد كأنه معزوفة هذه التغريدة السبب شوقا الى البلاد شوقا الى ايام عاش فيها في هذه الاماكن وعندما يهاجر كأنه يتمنى العودة تمنى ان يعود ولذلك بعضهم اذا صافر الى بلاد اوروبا مثلا سرعان ما ان يجهز الى الصفر يقول باذن الله انا ساسافر بعد عشرة اشهر عشرة اشهر عشرة اشهر زمنية يحسب اليوم والساعة التي عود فيها الى مصر نعم لانه يشتاق لانه روحه اشتاقت الى بلده فلا يلام نعم ولا يعول على انه اصبح اعدى الحقائب قبل عشرة اشهر حتى يعود الى بلده ولكن ماذا لو استقر به المقام في هذا البلد الذي خرج اليه سعيا خلف الرزق هذا قدر هل هو مؤاخذ بذلك لا لم يؤاخذ في مسألة حبه لوطنه ولكن نراه دائما يحن الى بلده حتى في الفاظ انفاسه الاخيرة وهو يلفزها يشتاق الى بلده قيل بان الصحابة كانوا يأخذون من كسبان المدينة كسبانا من ترابها نعم بعض الكسبان ويستنشقوه حتى يذكرهم ايام الخوالي يذكرهم ايام المدينة نعم ولكن عندما نفرط في بلادنا عندما نضيع بلادنا ولن نقيم لها وزنا تحت دعوة بان هذا تعصب كيف تعصب هذا حب نعم هذا حب قالوا صف الحب لا تخطئه في صفة ان كان وصفك في حق تبعناه قلت حب واخلاص ومعرفة وان تعيش في الدنيا وان رمقصد الله وان تعيش مع الرحمن ملتزما وان يكون لك المولى هو الجاه ان تكون هكذا فانت المحب فان قالوا اتبعتم كنا قد رضيناه كيف بنا اذا ما هاجرنا الى بلادنا يا رجل عندما يذهب احدنا الى المملكة العربية السعودية وهي احب البلاد الى الله اول ما ينزل الى السعودية ويزور حضرة صلى الله عليه وسلم ويؤدي المناسك على طول يذهب الى الاتصال ويسلم على الاولاد ويسلم على الجيران ويسلم على الاهل وممكن يتصل الواحد فينا مرة واثنين وثلاث في اليوم الواحد نعم اليس هذا هو الحب بلى طيب في اشارة ايضا من حديثك فضل دكتور احمد اكدت سابقا ان حب الوطن يولد به الانسان هو غريزة غريزة فطرية ليس للانسان يد فيها ولكن هنا ايضا لابد ان نطور الفكرة هل نحن مطالبون بامور ما علينا اتخاذها او تنفيذها لتأصيل هذه الغريزة لدى النشأ الجديد او لدى الاجيال الجديدة لدى ابنائنا او بمعنى اخر هل يمكن تربية ابنائنا على حب الاوطان طبعا نعم هذا يعني انا ارى هناك مثلا في بلاد اليابان في مادة اسمها التربية الاخلاقية الوطنية حكنا عندنا التربية الوطنية دي مادة كانت دائما ولكن للأسف كانت عندنا لا توضع في جداول الامتحان واذا وضعت لا توضع في درجات التقييم نعم يقول لك الدين والتربية قومية دولة في بعض المراحل يعني محدش يحطونهم درجات نعم ولكن في هذه البلد التي لا تدين بدين الاسلام مثلا او بدين سماوي نراها تقيم هذه المادة العلمية يترك الطالب السنة الاولى الفدائية دون تقييم وبعد ذلك توضع درجات للأخلاق ودرجات الوطنية كيف يتعامل مع الوطن نعم كيف يتعامل مع الناس كيف يتعامل مع الأستاذ كيف يتعامل مع المدرس كيف يتعامل مع البقال كيف يتعامل مع التاجر كيف يتعامل مع الصانع كيف يتعامل مع من كان له علاقة معه في الشارع أو في المدينة أو في البلد كيف يتعامل بحب المرافق وحب الوطن يعلم بأنه إذا وضع الأشياء في سلة المهملات هذا من الدين وهذا من الأخلاق وهذا من حب الوطنية أنا بلدي أتمنى أن تكون نظيفة أتمنى أن لا تلقى القمامة في الشارع ألا تلقى الأحجار في طريق المارة ألا تلقى المعوقات في طريق السيارات وكذلك الذي يسير بسيارته لابد أن يعلم بأن الطريق لها حق عليه لكن ألا ترى فضلتك أنه تنشئت أجيال على هذا النحو ألا ترى أنه المدرسة يعني هذا حمل كبير جدا على المدرسة أن تقوم به بمفردها بمعنى آخر أنه هنا لابد أن تتكاتف نعم هناك مؤسسات هيئات المجتمع يعني هيئات المجتمع المدرسة المسجد دور العبادة كذلك الأندية كذلك المؤسسة التربوية كذلك المؤسسة الاجتماعية كذلك برامج الإعلام طيب يعني المسألة هنا بتتخطى حدود مجرد أنها مادة بتدرس في المدرسة لتصبح إلى صح التعبير يعني أسلوب حياة هو يعني أسلوب حياة ومنظومة عمل إذا ما كان الإنسان منه في المرحلة التدائية تعلم بأنه إذا قطف وردة من الشجرة الموجودة في الشارع يتنافى مع الأخلاق يتنافى مع الوطنية إذا كسر إشارة المرور هذا يتنافى مع الوطنية تنافى مع الأخلاق تنافى مع الدين درسها من باب أولى وإن لم يكن كذلك فلابد أن ننظر إلى حلقات مجتمعية يجتمع من كل له في تخصص الاجتماع الدين الثقافة لأننا نرى الثقافة في قصور الثقافة في مراكزنا وفي بلادنا معطلة تدخل قصر الثقافة تجد بعض الكتيبات التي أكل عليها الدهرة وشرب موجودة على بعض الأرفف ومليئة بالتراب والموظف طبعا يعني بيوقع في دفتر حضور الإنصراف ثم ينصرف من قرأ في مكتبة قصر الثقافة كتابا قيما من جلس في قصر الثقافة يأخذ محاضرة دينية أو ثقافية من أخذ في مكتب الإعلام أو دور الإعلام شيء يعد ولكن تجد في أي مركز على مستوى الجمهورية ملكز الشباب يسكنها الغربان والبوم مراكز الثقافة كذلك مراكز الإعلام كذلك من أنظف ومن أفخر المباني ولكن تجد لا تحتوي إلا بعض الموظفين يوقعون في دفاتر الحضور والإنصراف ثم ينصرفوا من استفاد من قصر الثقافة أرني محافظة على مستوى الجمهورية نظمت مسابقة ثقافية في مركز الثقافة أو في مكتب الإعلام أو في مركز الإعلام أو في مركز الشباب في بلادنا في الصعيد لا تجد هذه المرافع إلا معطلة الموظف يقول بأنني أرسل القاهرة والقاهرة لم تستجيب لطلباتي طب أنا بس مهنيا وأكد أنه طبعا الحديث ذهب على المسؤولية فضلتك ويبقى حق الرد مكفول طبعا أي جهة بتطلع أنا أتمنى أن يرد علي أصحاب قصر الثقافة أصحاب مركز الشباب أصحاب مركز الإعلام ثلاث مرافع من مرافع الدولة مركز الشباب مركز الإعلام مركز الثقافة تعوال عليها كثيرا في فكرة بناء نعم لأن الشباب الآن يتصرب إلى المقاهي الشباب يتسكع في الطرقات مركز الشباب هو المكان المناسب أن يجلس فيه الشاب يخرج الطاقات يتعلم رياضة معينة يعلم أولادكم السباحة والرماية واركوب الخيل كيف ذلك؟ وإنما عندما نترك كلام سيدنا عمر يجلسون إلى المقاهي وإلى أندية الفيديو أندية النت والأنترنت وهكذا ولكن عندما تجد هذه المراكز أنا أدخل في مركز الشباب على مستوى الجمهورية أقول أين الأنشطة؟ يقولون إن الأمكانيات لا تسمح الدعم المادي غير موجود الموظف مسكين يقول أنا لا أملك فأنا أناشد المسؤول عن هذه المرافق السلاسة مركز الشباب مركز الإعلام قصور الثقافة إذا فعلت تفعيلا جيدا سنجد شبابا نعتمد عليه ما هو أجاءك الرد؟ ما فيش اعتمدات مالية ما فيش فلوس أو ما فيش إمكانيات مادية ما هو يعني أنا أرى بأن الدولة ستخصص إن كان هناك يعني عذر بأنها لا توجد أموال ولكن الكتب إذا وجد الطالب أو التلميذ أو الشاب كتاب قيم علم وسطي فكر محترم لن يذهب إلى رصيف الشارع يأخذ كتب فيها أفكار منحرفة كتبها أحد الناس تحت بير السلم كما يقولون ولكن أنا أرى مكتب الإعلام الموجود على مستوى الجمهورية هو المنوط بتوجيه الشباب كذلك مكاتب الثقافة وخصور الثقافة وكذلك المكاتب الدينية الملحقة بالمساجد لابد أن توجد في كل مركز مكتبة إسلامية شاملة موجودة يجأ إليها الشباب وفيها متخصص يقدم له خدمة يعني جيدة يجد سؤال جواب يجد هناك يعني الكتب موجودة مباحة لإنما إذا لم يجد الشاب هذه الكتب سرعان ما أن يتلقفه الغير ولا تسألني عن نتائج بعد ذلك موسيقى